تعالى نطبق بقى دلوقتي على الكلام اللي احنا قلناه من شوية هنبدأ بمثال 3-16 بيقولك Source of strength 4 متر تربيع الثانية Is placed at the point موضوع عند النقطة 2-3 And a vortex Of strength The strength بتاع 6 متر تربيع الثانية يبديد الجامة إنما اللي فوق ده كان قيمة ال-m بتاعة Source والمركز بتاع الفورتكس هو نقطة 6-3 دي اللي هي كأنها x و y بتوع الفورتكس اللي احنا سمناه المرة لفاتكة x3 و y3 ودي إحداثيات مركز Source اللي هي في المسألة اللي فاتت كانت x2 و y2 لأن المسألة اللي فاتت كان فيها سينك وده مش موجود معي النهاردة اللي هي في الحقوق الأخير طيب دعالا بقا نشوف الرسمة بتاعة المسألة هت situation هتوقع شفلها هعمل ازاي اه 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 دي مركز الفورتكس اللي محطوطة عند نقطة هذه النهاردة ستة و 3 و مركز السورس موضوع عند نقطة اثنين و ثلاتة طيب انا هحط نقطة أعلى من كل المكونات اللي موجودة عندي أو أعلى من مراكز كل الحاجات اللي موجودة عندي يعني أنا معين لوقتي Source وVortex هحط نقطة فوق المراكز دي وهحط نقطة على يمنهم بحيث أنها تبقى موجودة برضو في الربع الأول يعني لو مراكز الفورتكس والSource دي موجودة في الربع الثاني أنا هحط نقطة عامة في الربع الأول إحداثياتها X و Y وموجودة أعلى منهم وعلى يمنهم كله طيب بعد كده هعمل إيه اللي هبدأ أوصل من النقطة دي لمراكز الفورتكس والSource بالشكل ده ده هيبقى R Source اللي احنا المرة فات كنا قاعدين عليه R 2 ودي سيتا Source اللي احنا سمناها في المسألة بتاعة المرة اللي فاعدت سيتا 2 وده هيبقى R بتاعة الفورتكس ودي سيتا بتاعة الفورتكس طيب أنا دلوقتي أول حاجة بعملها إن أنا بكتب المعادلة بتاعة الإبصاي فهلا إن الإبصاي بتساوي إبصاي بتاع السورس زي الإبصاي بتاع الفورتكس لإني ما عنديش حاجة تانية في الفلو لا عندي uniform flow ولا عندي double ولا عندي sink ولا عندي أي حاجة تانية فبالتالي هتبقى إبصاي عبارة عن إبصاي بتاعة السورس زي الإبصاي بتاعة الفورتكس طيب من مسلسات السرعة دي أم آسف من المسلسات اللي عندي فوق بتاعة الر والسيتا بتوع النقطة مع مركز الفورتكس ومع مركز السورس هبدأ إن أنا عوض في معادلة الإبصاي فإبصاي بتاعة السورس أنا عارف إن هي إم على 2 باي في السيتا بتاعة السورس وهنا جامع على 2 باي في لين الار بتاع الفورتكس دي إبصاي بتاعة الفورتكس طيب إحنا اتفقنا إن إحنا خلاص زبطنا الإشارات فبالتالي القيم اللي إحنا نحطها دي القيم الموجبة بتاعة السورس بتاع السورس سترينز والفورتكس سترينز طيب اللي هم الإم والجامع طيب أنا عندي السيتة بتاعة السورس ينفع أعوض بها من هنا بتان ماينس ون الضلع ده اللي هو وي ناقص ثلاثة على الضلع ده اللي هو اكس ناقص اثنين طيب إنما الار بتاع الفورتكس هو ده اللي أنا هعوض عنه من المثلس التاني اللي هو الار ده يساوي الجزر التربيعي اللي ده تربيع زي الده تربيع اللي هو الواي ناقص ثلاثة والاكس ناقص الست طيب بعد ما عوض المسألة هتبقى بالشكل ده ده النص اللي كان مرفوع له القص ده كله كان مرفوع له قص نص فأنا ناقلته بره لن وضربت هنا في نص طيب بعد كده هبدأ أجيب ال-U وال-V ال-U بتيجي من خلال تفاضل الإبصاي بالنسبة لل-Y فبالتالي هفاضل كل اللي فوق ده بالنسبة لل-Y تفاضل التام ماينس وانا هيبقى واحد على واحد زائد الزاوية كلها تربيع في تفاضل الزاوية بالنسبة لل-Y هفاضل القص ده بالنسبة لل-Y فبالتالي تفاضله يبقى واحد على X نقص اثنين زائد ده هفاضله بالنسبة لل-Y فيبقى الجزء ده لما هفاضله بالنسبة لل-Y هيبقى تفاضل اللين بواحد على جوه اللين يبقى واحد على كل ده مضروب في تفاضل ما بداخل اللين بس بالنسبة لل-Y يبقى ده تفاضلها بالنسبة لل-Y بصفر ودي تفاضلها بالنسبة لل-Y هيطلع اثنين في Y نقص تلاتة قص واحد في واحد طيب هتطلع بالشكل ده طيب أنا لما يجي عايز أختصر الشكل ده فبالتالي هلاقي أن أنا عندي لو ضربت في X-2 تربيع بسطا ومقاما هنا ده هيطلع X-2 والمقام هيبقى X-2 تربيع زي Y-3 تربيع وهنا ناحية تانية هيبقى Y-3 على X-6 تربيع زي Y-3 تربيع طيب كده احنا جبنا U لو عايزين نجيب V هفضل الإبصاي بالنسبة لX واضرب الكلام ده في إشارة سالب زي ما عملت مع السيتا والR هناك هيبقى نفس طريقة التفاضل والفرق أن أنا هنا بس بفاضل بالنسبة للX طيب فبطلع بعدها V كدلة في X-Y يبقى أنا طلعت الU كدلة في X-Y والV كدلة في X-Y فبالتالي لو عايزة أحسب السرعة عند أي نقطة هيديني الإحداثيات بتاعت نقطة فبالتالي مديني الX والY بتوعها فأنا هروح أعوض بقيم الX والY اللي هو الدهالي دي في الدلة اللي إحنا جبناها اللي هي الU يبقى كده جبنا الU بتاعت النقطة وبرضو هنعوض بيهم في الدلة اللي إحنا جبناها اللي هي تمثل الV عشان نجيب قيمة الV للنقطة يعني أنا هنا هشيل قيمة الX وحط مكانها الإحداثي X بتاعت النقطة اللي هو عايزها وشيل قيمة الY وحط الإحداثي Y بتاعت النقطة اللي هو عايزها متى ما عملت كده يبقى أنا جبت له الV بتاعت النقطة نفس الكلام هعمله عند الU واجيب الU بتاعت النقطة والV بتاعت النقطة وبعد كده هقول له يبقى من شبطر واحد لما يبقى معنا الU والV بتاعت النقطة هعرف أن أنا أحسب مقدار الV اللي هو الجزر التربيعي لليو تربية زائد الفي تربية طيب تعالي نراجع بسرعة على المطاليب بتاعت المسألة كان بيقولي ان هو عايز الفلسطي كومبوننز اللي هما اليو والفي وبالتالي احنا نعرف نطلعهم كان عايز التوتال الفلسطي اللي هو مقدار السرعة ككل اللي هو بيساوي الجزر التربيعي لليو تربية زائد الفي تربية وثالث حاجة عايز ديريكشن اوف لو ادسا بوينت سبعة وثمانية عنده نقطة سبعة وثمانية يبقى هيجيب اليو والفي وبعدين يجيب المحصلة بتاعتهم كمقدار وكاتجاه طيب ده كان مثال تلاتة ستاشر قاسر عشان نراجع بيه بسرعة على اللي في طيب دلوقتي معنا مسألة تلاتة اتناشر المسألة دي بيقولك ان الفي هي المسألة دي عبارة عن ايه قال لي ده يمثل وال وفيه فلو بيحصل في المنطقة دي وبيقولك ان هو ممثله بان الفاي بتاعت الفلو بتساوي ام على اتنين باي لن ار انت مش هتكتب لا فاي ولا ايبساي هو مديلك الفاي جاهزة وبيقولك قولي الايبساي بتساوي ايه طيب في مسألة زي دي عشان اجيب الايبساي اشتغل بالجزء الاول من الشابتر اللي هو ان انا كنت باعمل ايه اجيب الفي ار والفي سيتا لما يبقى معي فاي وعايز اروح للإبساي كنت باعمل ايه قال لي اول حاجة انا عندي الفاي دل في ار و سيتا انا هجيب الفي ار والفي سيتا الفي ار عبارة عن ايه قال لي الفي ار هي تفاضل الفاي بالنسبة للار والفي سيتا عبارة عن تفاضل الفاي بالنسبة لسيتا بس بنضرب الكلام ده في واحد على طيب وبعدين قال لي الفي ار بالمنظر ده هتساوي تفاضل ده اللي بقى الفاي بالنسبة للار هتبقى ام على اتنين باي وتفاضل اللين ار بواحد على ار بيبقى لها في ار مقدرها ام على اتنين باي ار طيب وتفاضل الفاي بالنسبة للسيتا هيبقى بصفر بمجرد النظر كده انت عندك الشكل ده بيقولك ايه بيقولك ان فيه في ار لكل نقطة اتجاهها ونفس اتجاه الار لان المقدار تطلع بالموجة يبقى بالتالي دي عبارة عن ايه نفس ال في ار بتاعة السورس طيب ما هو السورس بيبقى لول في سي تاب صفر يبقى كأن اللي قدامي ده هيبقى سورس او جزء من سورس بمعنى اصح الفلو خارج في الاتجاهات دي وده مركز السورس اللي هو مركز اللي هو الارجن بتاع ال اكس وي بعد كده انا عايز ابدأ اجيب الابساي كخطوات الابساي كنت بقسم صفحة نصين وبعدين الجزء اللي في الشمال ده بجيبه من خلال التكامل بتاع انا لو كملت ال في ار بالنسبة للسيتا كان الكلام ده المفروض يدي لك ابساي بس هل العلاقة كده كاملة او لنقصة دعال نرجع كده في مسود ده ونفتكر قوانين الابساي الابساي كانت بتساوي او يعني لما بجي اشتغل بيها كانت ال في ار بتساوي تفاضل الابساي بالنسبة للسيتا بس الكلام ده مضروف واحدة على ايه على ار يبقى انا لو عايز اجيب الابساي من خلال ال في ار يبقى انا هضرب كأني بضرب طرفين فسطين زي ما انت حافظها الار في ال في ار تكاملهم بالنسبة للسيتا هو نفسه الابساي يبقى في ار في ار هكاملها بالنسبة للسيتا طيب يبقى تكامل الفي ار بامة على اتنين باي ار طيب لما اجي اضرب الكلام ده في ار يبقى امة على اتنين باي هفضل الكلام ده بالنسبة للسيتا طيب يبقى التفاضل هكامل الكلام ده بالنسبة للسيتا يبقى امة على اتنين باي هكاملها بالنسبة للسيتا يبقى اضربها في سيتا زائد F of R دي كده معدلة الإبصاي طيب النحية التانية كنت باستغل معدلة الإبصاي دي إن أنا شايك من النحية التانية اللي هي ناحية الفي سيتا الفي سيتا عبارة عن إيه قال لي سالب تفاضل الإبصاي بالنسبة للR يبقى عشان أجيب الفي سيتا أفاضل الإبصاي اللي معايا دي بالنسبة للR واضرب الكلام ده في إشارة سالب طيب الفي سيتا هتساوي تفاضل الإبصاي اللي هنا دي بالنسبة للR بعد أن أضربها في إشارة سالب يبقى سالب تفاضل الإبصاي دي بالنسبة للR هيبقى ده صفر زائد F داش of R ده كده هيساوي الفي سيتا اللي هي في المسألة بصفر يبقى إذن F داش of R هتساوي صفر وبالتالي الF of R هتبقى عبارة عن رقم ينفع أحطه بصفر يبقى ده المفروض أن هو constant والspecial case اللي هنشغلين بيه هنحن بنحطه بصفر طيب يبقى إذن الإبصاي هتساوي M على 2 باي في سيتا طيب ده أول حاجة المطلوب اللي بعد كده بيقولي determine the equation of streamline عايز تطلع له معادلة the stream line المار passing through the point B located at X بتساوي واحد و Y بتساوي أربعة يبقى عايزك تطلع له معادلة خط the stream line بتاع نقطة أو المار بنقطة ال B اللي إحدثياتها X بواحد و Y باربعة طيب أنا هعمل الكلام ده إزاي قال لي أنت دلوقتي جبت معادلة الإبصاي إن هي بتساوي M على 2 باي في سيتا يبقى بالتالي طالما إن إبصاي بتساوي M على 2 باي في سيتا يبقى أي خط أنا عايز أجيب معادلته لقيام الإبصاي كل النقط اللي عليه دي يعني مثلا الخط اللي أنا عايز أجيبه دلوقتي هو الخط المار بالنقطة B خط الإبصاي المار بنقطة B فأنا لو عوضت طالما ده دلوقتي R و سيتا لو عوضت بالR والسيتا بتوعي ال B يبقى أنا كده جبت قيمة الإبصاي بتاع الخط المار بنقطة B طيب ما هو ده مش دلوقتي R و سيتا ده دلوقتي سيتا بس فبالتالي لو عوضت عنده بالسيتا بتاعت نقطة B يبقى أنا جبت قيمة الإبصاي بتاع الخط المار بنقطة B طيب يبقى هعمل الكلام ده ازاي هقوله السيتا بتاعة البي اصلا بتساوي ايه قال لي تان ماينس وان مقابل على مجاور انا هرسل المسلس ده المقابل ده عبارة عن اربعة والمجاور ده بواحد ودي قيمة السيتا بي اللي هي تان ماينس وان اربعة على واحد اللي هي تطلع بالريديان واحد بوينت تلاتة تلاتة طبعا شغلنا كله في شابتر تلاتة واربعة هيبقى ان السيتا تبقى بالريديان خاصة لو كانت برا هتبقى مجبر ان انت تعاوض بيها بالريديان انما لو كانت جوه نسبة مسلسية فانتعليك الاختيار ان انت تعاوض بالديجري او الرديان بس طبعا تبقى فاهم القيمة اللي هتعاوض بيها تبقى بكان طيب السيتا بتاعة البي هتطلع واحد بوينت تلاتة تلاتة رديان فانا مجبر ان انا عاوض بالقيمة دي رديان لان المعادلة بتاعة الإبصاي ام على اثنين باي في سيتا يبقى السيتا برة الدولة المثلثية فبالتالي إبصاي بتاع الخط المار ببي هتساوي M على 2 باي في قيمة السيتا بتاعة نقطة بي اللي هي 1.33 يبقى دي قيمة إبصاي بتاعة الخط ده طيب معادلة الخط بقى بعمل ايه أنا كده ده كله بقى قيمة عشان أجيب معادلة الخط بروح كاتب المعادلة زي ما هي من الطرف اليمين اللي هو M على 2 باي في سيتا وبعدين بروح شايل إبصاي يبقى أنا باجي هنا في المعادلة بتاعة الستريم لاين باجي أكتب الطرف اليمين ده زي ما هو واشيل كلمة إبصاي وحط مكانها قيمتها طيب يبقى أنا هكتب على اليمين M على 2 باي في السيتا زي ما هي وبعدين الطرف اللي في الشمال هشيل كلمة إبصاي اللي كانت هنا وحط مكانها احنا عايزين الخط المار بنقطة بي يبقى عايزين قيمة الإبصاي المار ببي قيمة الإبصاي المار ببي هو M على 2 باي في 1.33 يبقى هاجي هنا واشيل الإبصاي وحط مكانها M على 2 باي في 1.33 لو حبيت تختصر الكلام ده هتلاقي ده معناه إن السيتا بتساوي 1.33 يبقى كأن ده يمثل خط الإبصاي المار ببي هيبقى خط مستقيم ميل وثابت والسيتا بتاعته اللي هو بيصنعها مقدرها 1.33 رديا ترجمة نانسي قنقر